موسيقى تحية عامرة بأسعادة لكم مشاهدين الأحبة كما شاهدنا في التقرير ملامح عن القطاع الجولوجستي الذي يعد أحدى ركائز التنويع الاقتصادي في السلطنة نتعرف في الليلة إن شاء الله على أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي والتطوير في جانب القطاع الجولوجستي من خلال ضيفي الكريم أرحب باسمكم مشاهدين بالدكتور علي بن عامر الشيذاني نائب رئيس وحية الدعم المساند للتكنولوجيا بمجموعة أسياد مساء الخير دكتور حياكم الله في برنامجنا عمان نهضة متجددة مساء النور أستاذ بيان شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المثري الله يخلك يعني بداية كما نعلم البحث العلمي والتطوير والابتكار هي عناصر أساسية للانطلاق باقتصاد المعرفة وكما أشار جالت السلطان بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة لهذه العناصر كيف تقرأ أيضا هذا الخطاب من وجهة نظرك دكتور؟ طبعا الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد المعرفي يعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والابتكار وأسعدني كما أسعد الكثير من المواطنين الخطاب التاريخي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله وملامسته بشكل مباشر لأهمية البحث العلمي والابتكار كما شدني استخدامه لمفردات متميزة والخطاب مضمونا فيما يخص البحث العلمي والابتكار كان عميقا نعم لأن جلالته ذكر تهيئة البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي للابتكار نعم والتمكين أيضا وتمكينه كذلك ليكون أساسا لطموحاتنا القادمة طبعا البحث العلمي والابتكار مهم لكنه ليس نشاط مستقل بذاته البحث العلمي والابتكار ينمو ويكون مستداما إذا كان في بيئة محفزة وداعمة له لذلك هذا الخطاب كان خطاب عميق جدا في المفردات وفي المضمون المطلوب ليس دعم فقط للبحث العلمي والابتكار المطلوب ليس فقط تقديم دعم أو تمويل لأنشطة البحث العلمي والابتكار المطلوب هو خلق هذه البيئة التي نتيجتها هو البحث العلمي والابتكار خلق بيئة وداعمة لهذه العناصر وهذا فهم صحيح لأهمية البحث العلمي والابتكار ولذلك هذا التوجه مبشر جدا جدا وإحنا متفائلين جدا وما أقدر أوصف لك الروح المعنوية العالية التي كانت بيننا خاصة التي اشتغلنا في مجال البحث العلمي والابتكار والذي نعتقد أن البحث العلمي والابتكار سيلعب دور أساسي وكبير جدا في نهضة السلطنة إن شاء الله بإذن الله بجهودكم أيضا وجهود جميع القائمين على هذه المجالات أيضا فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي مثل ما ذكرنا في حديثنا القطاع اللوجستي اليوم من الركائز الأساسية في التنويع الاقتصادي بالسلطنة كده ممكن أن يستفيد القطاع من البحث العلمي من الابتكار من التطوير طبيعي قطاع مثل القطاع اللوجستي هو قطاع مؤمل عليه الكثير في السلطنة خاصة بسبب الموقع الجغرافي للسلطنة والمميزات المختلفة التي تتميز بها السلطنة استخدام التقنية والابتكار في القطاع اللوجستي يعطي السلطنة قيمة تنافسية عالية وتؤهلها أنها تنافس وتكون مركز أقليمي للوجستيات في المنطقة فالاستثمار في البحث العلمي وفي الابتكار وفي التقنية الحديثة يعني تؤدي إلى تسريع العمليات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية تؤدي إلى خفض التكاليف وتؤدي إلى ممارسات وأعمال جديدة في القطاع اللوجستي لذلك يعني مستقبل القطاع اللوجستي بكل عناصره تعتمد اعتماد كبير على تقنية وعلى الابتكار فهذه يعني نقطة تنافسية مهمة جدا السلطنة إن شاء الله راح تتخذها وفي مجموعة أسياد نعتبر أن التقنية والابتكار عنصر مهم جدا من عناصر قوة المجموعة إن شاء الله نعم نعم إلى أي مدى تم استثمار هذه العناصر في أسياد حاليا طبعا الآن نحن في مرحلة تنفيذ الخطوات الأولى من الاستراتيجية استراتيجية المجموعة في البحث العلمي والابتكار وبدأنا ببعض التجارب باستخدام بعض التقنيات الحديثة ونقيس لأي مدى هذه التقنيات راح تكون مفيدة في تسريع الأعمال وفي خفض التكاليف وغيرها فأحنا بدأنا بعض التجارب البسيطة في هذا الجانب وإن شاء الله الخطط والطموحات كبيرة جدا إن شاء الله لكن هناك تصميم على أن الابتكار والتقنية تكون محور أساسي من محاور تنافسية السلطنة في القطاع اللوجستي إن شاء الله بإذن الله دكتور أنت ذكرت في حديثك قبل قليل عن عمق الخطاب أن توفير بيئة داعمة ومحفزة ستنطلق منها مشاريع ومبادرات إلى آخرة ما يحتاج وما يفعل هذه البيئة هي الإنسان هو الإنسان هو الكادر العماني البشري الشباب بمعنى أصح اليوم كيف تجد الشباب العماني والثورة الصناعية الرابعة؟ والله الشباب العماني اليوم أعتقد أنه هيئت له يعني كل أسباب النجاح في هذا البجال اليوم العالم صار قرية صغيرة تعلم أي شيء صار متاح الوصول إلى الإنترنت والوصول لأي معلومة تودها صار متاح سبل الدعم سواء كان دعم مادي سواء كان دعم بأشكال أخرى هناك مؤسسات مختلفة موجودة في السلطنة تقدم الدعم للشباب لتطوير أفكارهم لمساعدتهم على الإبتكار فأعتقد أن الشباب محظوظ بتوفر كل هذه العناصر التي تساعد على الإبتكار وفوق كل ذلك إرادة سياسية قوية من أعلى قمة الهرم تحفز هذا الجانب وتطلب من الشباب الاعتناء أو الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة بالتقدم التقني بالذكاء الاصطناعي فأعتقد أن البيئة مهيئة ومناسبة للشباب لخوض غمار هذه التحديات القرن نعم محظوظ أيضا بتأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة من خلال أيضا مجموعة أسياد بالشراكة مع وزارة التقنية والاتصالات نقرب المشاهد أيضا من هذا المركز ماذا يقدم ماذا سيضيف أيضا للشباب في هذا الجانب طبعا وزارة التقنية والاتصالات لديها عدة مراكز يسمها مراكز ساس من ضمنها أو آخر مركز تم الإعلان عنه هو مركز ساس للثورة الصناعية الرابعة مركز ساس للثورة الصناعية الرابعة يحتوي على الأجهزة التي تستخدم في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأيضا تقدم تأهيل وورش عمل للشباب في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نحن كمجموعة أسياد نؤمن بالعمل التشاركي والتعاوني مع الجهات المختلفة بما أن هذا المركز مركز وطني نحن نحتاج أن هذا المركز أيضا يركز على القطاع اللوجستي لذلك التعاون بين مجموعة أسياد وهذا المركز نمد المركز باحتياجات القطاع اللوجستي ونستفيد من المركز لتجربة التقنيات الحديثة لتأهيل الشباب في القطاع اللوجستي مساعدة الشباب في ابتكار تقنيات جديدة في القطاع اللوجستي فهي فائدة مشتركة بين مجموعة أسياد ووزارة التقنية والاتصالات وطبعا هذا واحد من أهم عوامل نجاح الابتكار وهو التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الأكاديمي يعني البيئة المحفزة للابتكار هي بيئة تتفاعل فيها هذه القطاعات الثلاثة وتنتج في النهاية منتجات يعني يحتاج لها السوق يعني تخرج من إطار الأبحاث النظرية إلى الأبحاث العملية التطبيقية التي تنتج خدمات ومنتجات يحتاج لها السوق وأنا عندي مثال أحب أطرحه يعني يصب في هذا الجانب تماما طبعا معروف أن طلبة الجامعة يؤدوا مشاريع تخرج قبل تخرجهم من الجامعة فمجموعة من الطلبة أدوا مشروع تخرج في كلية الهندسة ومشروع تخرج كان عبارة عن روبوت بحري لكن المشروع كان بغرض تعليمي كونهم في بيئة تعليمية هي الجامعة فهم المشروع أسسوه بشكل أو بمنطلق تعليمي بحث لكن هذا المشروع قد يكون مشروعا تجاريا لذلك الطلبة شاركوا في برنامج يقوده مجلس البحث العلمي هو برنامج تحويل مشاريع التخرج لشركات ناشئة فتم تحويل هذا المشروع مشروع التخرج تم تحويله من مشروع تخرج إلى شركة ناشئة ودخل غمار عالم الأعمال بعدما أصحاب المشروع دخلوا غمار عالم الأعمال قام الصندوق العماني للتكنولوجيا بالاستثمار في هذا المشروع فبعدما استثمر الصندوق العماني للتكنولوجيا في هذا المشروع الشباب أصحاب المشروع وهم قاموا باختراع روبوت بحري تواصلوا مع وزارة الزراعة والثروة السمكية واكتشفوا وجود حاجة لضبط تغذية الأسماك خاصة في حاضنات الاستزراع السمكي فغيروا الروبوت البحري بحيث أنه يلبي هذه الحاجة وأنتجوا تقنية جديدة صنعت فيه عمان لتلبية هذه الحاجة وهنا تشوف التسلسل بين القطاع الأكاديمي في الجامعة والقطاع العام مثلا مجلس البحث العلمي والقطاع الخاص الصندوق العماني للتكنولوجيا تشاركت كل هذه القطاعات وخرجت لنا تقنية جديدة مصنوعة في عمان تعالج مشكلة موجودة في عمان الأهم من ذلك هي تحويل هذه الأفكار الورقية إلى أفكار تجارية قائمة في الميدان نحن نشاهد جزء من الخطاب بعدها عودة إن شاء الله إن مما نفخر به أن المواطنين والمقيمين على أرض عمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافئ الفرص قوامها العدل كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصالة مما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابط الوطنية التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها قمت يا أيتم سلطانا إماما سيدا قمت يا أيتم سلطانا إماما سيدا يتجلى في غريل عقل سبحان صرمداء يتجلى في غريل عقل سبحان صرمداء قمت يا أيتم سلطان إماما سيدا اجتمعنا لنص الخطاب دكتور أن جالة السلطان أكد على نقاط مختلفة من أهمها أن عمان دولة مؤسسات وقانون وأكد اعتشارك أيضا مثل ما ذكرت أنه لا بد من تكاملية عمل في مختلف القطاعات كطاع الابتكار أيضا وفرص صناعية الرابعة نتحدث هنا عن أهم التحديات تواجه اليوم هذا القطاع أنا أعتقد أن البنية التشريعية صحيح يمن أهم التحديات تواجهتكم خلال الفترة الماضية يعني الواحد دائما يستذكر هذا الخطاب هو خطاب تاريخي بكل المقاييس نعم والتركيز فيه على إيجاد بنية داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار يعني تستحق التوقف عندها كثيرا البنية الداعمة أو بيئة الابتكار تشمل مكونات كثيرة من ضمنها التعليم من ضمنها الوعي من ضمنها صناديق الابتكار من ضمنها الجانب التشريعي للابتكار مثل قوانين حفظ الملكية الفكرية وغيرها الحمد لله المؤسسات في عمان تنضج بهذا الاتجاه وهناك مؤسسات تعنى بكل جانب من هذه الجوانب أعتقد اللي نحتاج نركز عليه في الفترة القادمة هو تكامل هذه المؤسسات بحيث أن كل مؤسسة تؤدي دورها في هذه المنظومة المتكاملة هذه منظومة راح تنجح فقط لما كل مؤسسة تركز على دورها في هذه المنظومة وتتكامل مع المؤسسات الأخرى وأتوقع أننا ماشيين في هذا الطريق يعني هناك عدة مبادرات في هذا الجانب وأتوقع أنه ستكون في مبادرات أكثر الثورة الصناعية الرابعة طبعا أحد آثارها أن الثورة الصناعية الرابعة لها آثار اقتصادية اجتماعية سياسية متعددة صحيح هي عبارة عن تقنيات مثل ذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار صحيح هذه هي تقنياتها لكن آثارها تتعدى هذه التقنيات آثارها تغيير في الوضع الاجتماعي تغيير في الوضع السياسي تغيير في الوضع التجاري والاقتصادي اليوم يعني تلاحظ أنه دول تتسابق لاستحواذ هذه المعرفة وهذا الاستحواذ تعطي هذه الدول قوة ومكانة في العالم وبالتالي الثورة الصناعية الرابعة لأنها تلامس جهات مختلفة ومجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية لتفعيلها يتطلب شراكات مختلفة شراكات بين جهات مختلفة اجتماعية سياسية اقتصادية اللي راح تتأثر بالثورة الصناعية الرابعة نعم واستثمار الشباب الشباب اللي هم وقود هذه المجالات بلا شك يعني ذكرت في حديثك أنه فعلا اليوم السوق العماني حافل بعديل من الأفكار المختلفة وانت اشتغلت دكتور في مبادرات مختلفة وأيضا أطلقت شخصيا هذه المبادرات نتحدث عن الشباب وهمية تأهيل الشباب في عجالة والله يعني الشباب هم وقود يعني هذه الأمة وبنسبة أكبر من عدد السكان يعني في عمان هم من الشباب لذلك هم أمل هذا البلد والاعتماد عليهم يعني اعتماد كبير جدا لذلك يعني نتطلع أن الشباب يتحمل هذه المسئولية هي مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه ونتأمل أنهم يعني يتحملوا ويعني يستمروا في التعلم لأنه أتوقع السلاح الوحيد الفعال في المستقبل هو التعلم التعلم المستمر مهما يعني أتت من ثورات هذه الثورات نستطيع التكيف والتعايش معها فقط إذا استطعنا أن نستمر في التعلم بشكل مستمر بالله شبك يبقى السلاح اللي نواجه في كل التحديات أنا أشكرك على وجودك وهذا الحديث الماتع عن القطاع اللوجستي ومواكبته أيضا للثورة الصناعية الرابعة دكتور علي بن عامر الشيداني نائب رئيس وحدة الدعم المساند للتكتولوجيا بمجموعة أسياد شكرا جزيلا شكرا شكرا نتواصل معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل إن شاء الله إلى محطات قادمة في برنامجكم عمان نهضة متجددة شكرا